لان الاهلي ما بيعودش يرغي ويرمع الظروف ايوه الاهلي بيشتغل ايوه وده اللاند التاني كل شوية هوية الاهلي حتبان والناس حتصدقها اكتر ايوه طول ما انت ماشي يقولك رد على فلان اعمل فلان كلام فلان قال فلان عاد الناس اللي مشغولة بينا الاهلي مش مشغول بيهم الا في اطار المنافسة فانت مش معني انك تدور على الحج ايوه مش معني انك ترد اه على الاساءات انت معني انك تشتغل مش معني انك ترد على الغمز واللمز او انك انت تبعث لواحد يكلم لعبتك او انت تكلم لعبته او الكلام ده مش مش انت لست معنيا بهذا انت معني انك انت خليك وقعي عندك السنة دي ونفسه شكلها ايه شديدة جديدة غمضة مبهمة هنشتغل ازاي ادي النادي الاهلي معني ان نشتغل على نفسه انه يواجه كافة الاحتمالات وانا بقول الدوري السنة دي قوي وغامض وملئ بالمنافسة مش بس من القوى الكبرى يعني اهل زمالك اسماعيلي بيرامد لا مصري الاتحاد انا شايفه فريق يتعمل حسابه السنة دي شايف الانتاج الانتاج انا بكلم من وقع الاداء بيترو جيت حيستمر على كده لا لا الله اعلم لكن انا بقولك ان الدوري اه اه غامض لكن مليء بالمنافسة ولذلك مش عايزين نشتغل بالقطعة ابدا واحنا نتعامل كاهلوية كاهلوية بقى خلينا انا ليه تمالي رسالتي كل شي هو الجاهل الاهلوية لان خلاص الاخرين موقفهم مننا واضح يا جمهور الاهلي الاهلي ملوش غيرك خلص لا في الاعلام الاهلي ملوش غيرك ملوش غيرك اه فانت كمان ما تحاولش الى من غير ما تشعر انك تنتقد وتدي فرصة لغيرك ياخد السلاح بتاعك يخبط فيه في الاهلي لا اوقف مع النادي الاهلي الاهلي عايز زي ما كده يخش الاهلي جون تقعب تسقف وتعمل لما الاهلي جيبه التاني والتالي والرابع زي ما الفوز اللي يتأخر وحي تضيع بطولة فيهي لك في دقيقة زي التسعين هو ده هو ده خليك بتفكر بالعقلية الزهنية دي ما تختلفوش مع بعض على الفيسبوك طوله نار وتقلو من قيمة بعض علشان تقمين فيكو الاسبتو جي تنظروا خليكو لحمة وحدة الاهلي ملوش غير جمهوره في اللحظة اللي احنا فيها دي والاهلي بيشتغل عشان يسعد هذا الجمهور